لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طول كرم خالد بدير مرسل غد خالد نتابع معك ربما آخر الاستعدادات للتشيع والصلاة على الشهيدين بطول كرم نعم يعلم من المفترض خلال النصف ساعة القادمة أن تنطلق جنازة الشهيدين حمزة خريوش وكذلك سامر الشافعي من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت بتول كرم باتجاه المسجد الجديد لأداء صلاة الجنازة وإلقاء نظرة الوداء عليهم وبعد ذلك موراتهم أترى في مقبرة ذناب شرق مدينة الكرم حسب ما علمنا من أهالي وعائلات الشهيدين ما حدث صباح هذا اليوم تسللت وحدات خاصة إسرائيلية إلى مخيمة الكرم شمال الضفة الغربية وتحديدا إلى حارة البلاونة وهناك أطبقت الحصار باتجاه منزل كان يتحصن بداخله اثنين من المقاومين هما حمزة خريوش وكذلك أيضا سامر الشافعي يتهمهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بتنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه مستوطنة إفن حيفس حيث أصيبت مستوطن بشضايا الرصاص وإثنان بحالة الهلع قبل نحو أربعة أيام ردا على عملية اغتيال وتصفية الأسير الشهيد خضر عدنان كتيبة تلكرم قالت بأن الشهيدين هما أحد عناصرهما في يعملان ميدانيا وانخرطا في سجل الحافل بمقارعة الاحتلال والتصدي لجيش الاحتلال وتنفيذ عمليات إطلاق نار تركزت جميعها شرق مدينة تلكرم والتصدي لعمليات الاكتحام التي حدثت خلال الفترة الأخيرة حاول الشابان من المنزل الذي حصر به وحيث تم تفجير المدخل الأمامي للمنزل حاول الفرار والهرب إلا أن جيش الاحتلال وانتشار القناصة بعد أن قفزا من نافذة منزل باتجاه صفائح حديدية محيطة بالمنزل تم تصفيتهم وقتلهم بشكل مباشر يعني يؤكد شهود العيان أن جيش الاحتلال اعتلى صفائح الزينكو المتاخمة للمنزل المستهدف وقام بإطلاق الرصاص وزارة الصحة الفلسطينية أكدت على أن الشهدين أصيبا بجراح في الرقبة والصدر وكذلك أيضا في البطن وكذلك أيضا في القدم اليسرى فيما يتعلق بالشهيد حمزة إخريوش قبل نحو نصف ساعة القتل عائلات نظرة الوداء عليهم وجابت مسيرة حاشدة وسط صيحات غاضبة تطالب بالرد والانتقام على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعملية الرد ومواصلة التصدي لجيش الاحتلال سلسلة بيانات متتالية من القوى والفصائل الفلسطينية هنا إقليم حركة فتح في تول كرم أكد أن جرائم الاحتلال لن تمر مرور الكرام وأن الاحتلال يتحمل بشكل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم حركة حماس قالت بأن هذه الجريمة لن تمر دون رد ودون عقاب فيما أكدت الجبهة الديمقراطية وكذلك أيضا الشعبية أكدت على مواصلة الانخراط في الفعل المقاوم تحديدا في مناطق الضفة الغربية المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانا قبل قليل قال بأن جيش الاحتلال تمكن من خلال ناشاط مشترك لمستعربي حرس الحدود والجيش وبتوجيه استخبارات من الشباك قامت قوات جيش الاحتلال خلال اشتباك مسلح باغتيال حمزة خريوش وسامر الشافعي الضالعين بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة ابن حافس المتاخمة لتول كرم كما جاء في البيان أن الجيش تمكن من اعتقال شابين فلسطينيين هما محمد بليدي وإبراهيم كسبا والذي أصيب هو الآخر خلال الاشتباك وتم تحويل الاثنين لدى الشباك خلال أعمال التمشيط صادر الاحتلال الإسرائيلي بندقيتين من طراز م16 وسطرات واقية وأمشاط ذخيرة وعدد من الذخائر داخل المنزل طبعا بشكل عام تبنت كتيبة تول كرم الرد السريع الشهداء بأنهم أحد العناصر فيما الحالة العامة في مدينة تول كرم إعلان لإضراب شامل وحذاذ عام في المنطقة حذاذا على أرواح الشهدين طبعا ذلك يتزامن مع بدء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية هي الأخرى بتشجيع ثلاثة شهداء أي نحن نتحدث عن هذا اليوم خمسة شهداء سيشيعهم الفلسطينيون إلى مثواهم الأخير الشهيد سامر الشافعي وحمزة خريوش هنا في مخيمة الكرم بعد عملية عسكرية إسرائيلية حدثت صباح اليوم وكذلك أيضا تشجيع الشهداء الثلاثة محمد الدبيك وعدي الشامي وجهاد الشامي والثلاثة كانوا قد استشهدوا في كمين سرى في الثاني عشر من مارس العام الجاري وجرى تسليمهم بالأمس من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى تواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ونقلوا إلى مستشفى رفيديا ومن المتوقع خلال الدقائق القادمة أن تنطلق جنازة الشهداء الثلاثة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية وسط إعلان لحالة الحداد والإضراب العام أي بمعنى أننا نتحدث منذ بداية هذا العام عن مئة وعشرة من الشهداء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من بينهم سيدتان وبينهم كذلك عشرون طفلا هذا يعكس أن هذه الأرقام هي تغول إسرائيلي مستمر في الأراضي الفلسطينية دون الاقتراض للدعوات الرامية لخفض التصعيد أو المساعي السياسية لعقد قمم متتالية تتعلق بخفض وطيرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية على ما يبدو بأن الضفة الغربية وهذه الحالة تتصاعد شيئا فشيئا وأن جيش الاحتلال بدأ يدرس بشكل فعلي على الطاولة خيار عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية تستهدف نابلس وجنين وكذلك أيضا تلكرم بشكل مباشر سيما مع ارتباط المدن الثلاث بمسميات لأدرع عسكرية خرجت مؤقرا خلال العامين الماضيين هنا في تلكرم نتحدث عن كتيبة تلكرم الرد السريع الذي اقتدت بهذا الاسم عودة إلى سيرة الانتفاضة الثانية حيث كتائب شهداء الأقصى الشهيد رائد الكرمي في تلك النقطة كانت ما أن يرتكب الاحتلال مجزرا أو يقوم بتصفي إلا وكان هناك رد ميداني يتعلق بجرائم الاحتلال وبالتالي هذا ما يمكن قراءته هذه الأدرع العسكرية باتت أكثر شراسة ليس كما يتوقع الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية وبالأمس كان هناك مهرجان تأبين لعدد من الشهداء في مدينة جنين وتحديدا داخل المخيم تميز على الأقل بظهور عسكري واسع وكبير ليس كما المرات السابقة خرجت كتيبة جنين صرايا القدس بكافة عتادها العسكري بالإضافة إلى ظهور عسكري مسلح لكتائب عز الدين القسام في مخيم جنين لربما ذلك يعكس الكثير من التفاصيل عن مراحل المشهد الميداني في المدينة والدة الشهيد سامر شافعي والتي التقيناها قبل قليل تدمي القلب هذا هو وحيد العائلة سامر الشافعي كان قد أوصى والدته بأن ترضى عليه وأن تقبل الطريق الذي اختاره خلال الفترة الماضية بالانخراط في الفعل المسلح والمقاوم كذلك الشهيد حمزة خريوش قبل قليل حاولنا الوصول لوالدته ولكن لم تصعفها الكلمات سوى الدموع ولكن تحاملت على نفسها وسط هذه المشاعر وحملت جثمان نجلها ونعشها وجابت به الشوارع هنا في مخيمة الكرم ومدينة تلكرم بتأكيد هذه المشاهد تدفع بحالة الغليان إلى الاستمرار في مناطق الضفة الغربية ولربما تتطور الأمور خلال الساعات القادمة مع انطلاق التشييع الجثامين سواء هنا في مدينة الكرم أو الشهداء الثلاثة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية خالد بدير مرسل غد كنت معنا من طول كرم شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر